السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وفي احسن الاحوال محبابكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اليوم الاخوان سنتكلموا على طائرة اسبانيا كتحت الرحل ديلها بالصحراء المغربية بقوا معي نشوفوا التفاصيل هذا الموضوع قبل ما نبدأ وكنتمنى منكم انكم اخواني اخواتي كترونا من اللايكات الاعجابات كذلك بارتجوا القناة واشتاركوا بالفعل الجرس بجدمة السلوب الجديد المتتبعي الاوفياء كنتشكركم بزا في الدعم دلكم المتواصل جزاكم الله خيرا اما الضيف اجداد فمرحبا والف مرحبا مرحبا بكم في العائلة دلكم التانية ودائما مستمرين في القضية المقدسة عندنا وهي قضية الشعب المغربي العظيم قضية الصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه الى ان يليث الله الارضة ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب الا الله على بركة الله سنتدخلوا الصور بالموضوع في الوقت اخواني اخواتي الحكومة المغربية صفت النظيرة ديلها الاسبانيا صفتتها رسالة باللير الجهود ديل اعادة العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين ما ستجيب اي نتيجة دون تغيير مدريد الموقف ديلها من قضية الصحراء المغربية بحيث الاخوان اسبانيا صفتت بزرد الرسائل باش تحسن العلاقات ما بينها وبالمغرب لماليك فليبي كذلك صفت رسالة تود الرسالة كيقول فيها او ما فادها ان الحكومتين خصومي حلو الازمة كذلك بيدرو سنتيس صفت رسالة وكيقول باللي المغرب هو الصديق هو الشرك هو الحالي في الاستراتيجي ومنسوش كذلك سيمانويل وزير الخارجي الاسباني كذلك صفت رسائل وتصريحات كيقولوا بغاوي حلو الازمة في اقرب وقت ممكن ولكن هاد الازمية الاخوان هما بغي نحلوها بدون مقابل ومنسوش الاخوان الاحزاب اللي كانت معارضة لمملكة المغربية الاحزاب اللي كانت تكره المغرب وعندها واحد العداء كبير للمملكة المغربية رجعت هي نفسها اللي كتطلب اللويد وكتطلب تحسين العلاقات في اقرب وقت لكن رغم هاد التصريح كاملة و هاد الرسائل كاملة المغرب يخرج بواحد الرد اللي هو صارم واحد الرد اللي هو قاسح بزاف بحيث المغرب كيطلب منهم الوضوح المغرب كيقول لهم لحد الان انتم ما مازالين في المنطقة الرمادية مازالين معطيتون الشي موقف تابت مازال معطيتون الشي خطوة ايجابية فيما يخص صحراء المغربية يعني بغيتوا العلاقات تحسن خسيكون الوضوح في العلاقات باش تكون علاقات مبنية على الثقة علاقات مبنية على الاحترام بحيث الاخوان خرج السيد ناصر البوريطة واحد تصريح صارم واحد تصريح كذلك قاسح وقلب اللي حاليا المغرب ما بقاش كيهمه الجوار المغرب حاليا كيقلب الشراكات والاتفاقيات وتعاون والتبادل مع الدول ما تكونش من الجوار او من الجيران ولكن كي تكون كتربطنا معهم او كتربط المغرب مع هاد الدول علاقة اللي تكون بنية على الاحترام والتبادل والثقة الثقة هي اهم حاجة وحاجة اخرى انها تسند المملكة المغربية في الصحراء المغربية هذا هو تصريح دي السيد ناصر البوريطة اما فيما يخص الخبر دي اليوم الاخوان يبدو ان التجاوب الاسباني كان اسرع للمستوى الاقتصادي من على المستوى السياسي اذا الاخوان فبمجرد مع الرباط او الحكومة المغربية اعادت فتح مجالها الجوي امام الرحلات القادمة من الخارج حتى اعلنت شركة الاسبانيا شروع ديالها في تأمين الرحلات مباشرة مع العيون والدخلة يعني هذه الخطوة غير مسبوقة واعلنت شركة العيون والدخلة التي مقرها في الجزء الكناري والتي تعمل في مجال الطيران المدني منذ سنة 1989 ستستأنف نشاط ديالها او نشاط الرحلات ديالها مع مطارات المغرب ابتداء من يوم 7 فبراير 2022 اي في اليوم نفسه اللي سوف يدخل فيه القرار المغرب باعادة فتح المجال الجوي مبرزة انها تفتح مطار الكناريا الى العيون والدخلة وفق ما اكدته وكالة انباع اسبانيا ايفي وحسب الشركة اللي تعمل على ربط الجوي بين الارخابي الاسباني ومجموعة من المدن اسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي الى جانب المغرب وموريطانيا البداية ستكون من مطار كناريا باقادير يعني انهال الاول يعني 7 فبراير في حين اول رحلة مباشرة نحو مطار العيون ستكون نهار 8 فبراير 2022 واخر رحلة الى الدخلة اللي ستكون نهار 13 فبراير 2022 كما برمجت رحلات الاياب في الساعة الاولى من صباح اليوم الموالي وهذا شيء الاخوان كبير اللي نبلي اسبانيا كانت مضغوطة كانت تسنغير فقاش المغربية اللي نعلق فتح المجال الجوي باش تهيت برمج الرحلات المغربية هنا خاص اسبانيا تعرف بلي هذا مشيحل انها ترد العلاقات مع المغرب او تحسل العلاقات مع المغرب لان المغرب طالب منها الوضوع يعني رغم انها فتح المجال الجوي لان كينجاليا مغربية ضروري انها واحد اتجيل بلادها لكن الحل الازمة لا زال معلق اسبانيا ضروري من أنها تعطي واحد الموقف تابت اسبانيا خاصها تخرج من المنطقة الرمادية الى بغاة ترجع العلاقات مع المغرب لان ما شغل مجال الجوي لان كينجي ما بي العلاقات اسبانيا المغربية وانما كينجي بزاف ديال المصالح كينجي بزاف ديال اتفاقيات للمغرب لحد الان راهم جمدهم معها هذا كنقوله الإسبانيا خسكي تخرجي من المنطقة الرمضية خسكي تدير خطوة إيجابية بالاعتراف ديالك بالصحراء المغربية وكذلك تحلي قنصوليا بالصحراء المغربية ما برمجت رحلات الجوية للصحراء المغربية هذا مشي حل اللي غدي يكون سبب في إزالة الأزمة أو حل الأزمة اللي كينما بالبلدين إخواني أخوتي هذا هو الموضوع ديالنا إسبانيا كتظن بهذه الخطوة أنها نقص من توطر لكينما بالبلدين ولكن هايها ثم هايها المغرب رح وقف لها بالمرسال العلاقات تحسنه خاصها تعطي واحد الخطوة إيجابية وتعترف مغربية الصحراء المهمة الإخوان هذا هو الموضوع ديالنا كنتمنى أن تكون فيه الإفادة والاستفادة كنتمنى أنكم تخليوا لي تعليق حول موضوع اليوم كذلك الإخوان تعليق الوطنية في القناة وهي مهمة بزاف وتعليق ديالكم تبارك الله عليكم ركات غبرو تعليق ديال دوباب الإلكتروني أعداء الوحدة الترابية جزاكم الله خيرا ولا يخليكم البلادكم ولا يخلينا كاملين لبلادنا الله الوطن الملك والصحراء المغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالب إلا الله تحية لكم كبيرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة